خلينا بس في الكلام المباشر هقعد أغلي في الكلام يا شيخ محمود بإطار طب تديني فرصة تكلم أنا بنوب عن المشاهد طب تفضل بنوب عن تساؤلات المشاهد لما المشاهد تسألك كده ببعد عن الموضوع إحنا بنسجل كده ببعد عن الموضوع دعنا نتكلم كلام عملي جلام عملي تعالى انظر إلى المسلسلات في عمومها ما هي الرسالة الحميدة التي وصلتها للمجتمع مما حدا برئيس الدولة هو بيفتتح العماير بتاعة العشوائيات دي هو نفسه قال لك أنا لن أسمح بتصوير مصر من خلال اللي عايشين في القبور ولا اللي عايشين في العشوائيات وتصوير عن مصر هي كده هو مين اللي صور دي أهل الدين الأظهر اللي سموهم جماعات خل بالك ده يعني ده نقض فني يوجه دائما إلى بعض الأعمال الفنية إن هي في تناولها وهو ما قالش كده على فك طيب هو قال بلاش نهين بلاش نهين سكان العشوائيات بص حضراتك بص حضراتك ارجع لكلام الرئيس لأنه في أعمال حجية والحجة في الكتاب والسنة خلينا في الكتاب والسنة أنا اللي عايز يحجيجني حجيجني في الكتاب والسنة أنا ما ليش مرجعية تانية كل ده كلام مقبول إنك تقول بلاش نهين سكان العشوائيات في الأعمال فنية أنا حعطي أمثلة عمليا كيف يصور مثلا عقيدة التوحيد في الأفلام المصرية يتصور بالمسلسلات أنا حذكر مثالين المثال في رواية يحي حق الله يرحبه أنديل المهاشم خلاص الرواية بتحاول تعالج أو الفيلم بيعالج خرافة إن زيت أنديل المهاشم بيشفي الأمراض عقم ورمض ووالأخير الفلسفة بتاعت سواء بقى مخرج سيناريستا أو مؤلف هو عالج المرض العضوي اللي هو علاج الرمض عالجه بالإيه؟ بالطب الحديث وترك الخرافة بدون علاج كأن وأنا أذكر بالزبط إنه العنصر اللي هو الطبيب في القصة جاب الزيت بتاع مهاشم المزعوم يعني عشان يقنع أبوه وأمه في القصة ورح حطه عشان يقنعهم إنه هيعالج المريضة بإيه؟ بالزيت وفي الحقيقة هو عالج المريضة بالإيه؟ بالطب الحديث وده كلام في الشرع تداو عباد الله ولا تداو بحراء ومين قال إنه أنديل المهاشم والذي ده المهاشم بيعالج ده ده نوع من الإيه؟ من الخرافة والشعوزة وقد يصل إلى الشرك فهنا الرجل يحمد إليه معالجة مرض منتشر في المجتمع لكنه لم يعطي العلاج الشرعي إن ده يا جماعة مش دين ده الدين بيقول ما تاخدش سبب خد بالأسباب القطح في الأسباب طعنوا في الشريعة ترك الأسباب بالكلية طعنوا في الشريعة والارتكان إلى الأسباب شرك فما بالك بسبب غير مشروع لا أمهاشم ذاتها ولا ما دونها ولا من فوقها يملك أن يشفيك أو يمرضك فهو يحمد في هذا لكنه لا يحمد في أنه ما عالجش القضية من ناحية التوحيد خلينا حاجة حاجة بقى لا لا والنبي حاجة 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 أنت مش فاهم الفن خالص معلش حاجة ومش فاهم الفن لأن الفن ما بنقلش رسال مباشرة لأن الفن مين البطل عمل عمل إيه عالج باللي أنت بتقوله أنا بنتصر وأنا بتفرج على الفيلم لوجة نظر البطل بنتصرش لوجة نظر الراجل اللي ضربه لما هو قال له إن دي خرافات لو أنت فاكر الفيلم تعرض للضرب الشديد أيوة صراحة وتعرض ليه لأنه قادر يواجه كمية الخرافات اللي تمترست في أزهان هؤلاء الناس وأصبحت جزء من الحقيقة في أزهانهم وهي خرافات لكنه عالج بالطب عالج بالطب وهي شفيت بالطب حل يبقى إذن أنت بتنتصر في الفيلم المين للطب لا أنا عايزه ينتصر ما أنا بقولك يا أستاذ أنت مش فاهم الفيلم ما أنا بقولك الأفلام ما بتتواجه الأفلام أنا متفق معك في الأفلام الأخيرة دي أنا بس بقولك إيه الأفلام ما بتوجهش رسائل المباشرة أنا مش عايز أركز على عمل أدبي أو فني بعيده من عكس يا واحد أنا ممسوط أنه أقاله ليه لأنه ده مثال شديد الوضوح للفرق ما بين الطريقتين هو عايز واحد يقف يقول ولم تكون هذه الوسيلة الصالحة لا 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 ولكن الوسيلة الصالحة الأفلام دفعي بين الخطب ووسائل غير مباشرة ووسائل غير مباشرة في الآخر المتفرج طلع مستنتج إيه أن الناس دي لسه متخلفين ولسه هيخدوا وقت على ما فهمه طبيعة العلم ده ويمكن كمان وده الجزء اللي حاول يجيب عنه الفيلم تعالي الولد اللي هو دكتور تعاليه على أهل الحتة هو اللي كان عامل الحاجز النفسي اللي بينه وبينهم ولذلك هو في الآخر فتح في حي شعبي عشان يحاول يتواصل معهم وفي الآخر ينتصر العلم لكن المهمة في الآخر الكونكلوجين النهائي أنت ما تبصوش بقى الجوة الفيلم حصل إيه مين الشريد المهمة في الآخر رسالة نهائية بتوصل عبر وسيلة أخرى ما هياش الوسيلة المباشرة أنت عايز للأسف الشديد اسمعني بس يا شهن عايز الفن يتحول إلى وسائل مباشرة زي لا 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 هو ما قالش ما قلناش الحل على فكرة ليس دور الفن أن يقوله الحلول ثانية واحدة أنت بتتكلم على العشوائيات برضو ومع احترام للرئيس السيسي ليس دور الفن أن أنا ما صورش العشوائيات بالعكس اللي دور قضاء العشوائيات هم اللي بيحصل دلوقت بنا أماكن بديلة للعشوائيات أنها ما تقوليش ما صورهاش لأنها موجودة يعني الناس يجي ويقولك إيه أنت أصليك بتصور زبالة أكوام الزبالة تم تشيلها بدل ما تقولي ما تصورهاش تم تشيلها عم الحج يعني إيه إن الحقائق بالعكس بالعكس تصوره أو الذي يدفعك لأنك تشيل أن الاعتراف بالحقائق